منذ أن سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مجمل محافظة دير الزور الصيف الماضي وعينه على مطارها العسكري وما الهجوم الانتحاري لداعش بسيارة مفخخة عند بحيط المطار وما تلاه من اشتباكات عند أسوار آخر قاعدة عسكرية كبيرة للجيش السوري في المحافظة الواقعة شرقي البلاد إلا إشارة لمساء التنظيم لمد رقعته الجغرافية في شمال وشرق البلاد على الحدود المحادية للعراق والتركيا المواجهات العنيفة عند مطار دير الزور بين القوات النظامية ومسلح داعش أسفرت عن مقتل العشرات في صفوف الجانبين حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض يفيد المصدر ذاته أن المعارك ترافقت مع قصف عنيف متبادل عند محط المطار وبداخله قتال شرس تمكر خلاله مسلح التنظيم من تحقيق تقدم في المناطق المجاورة واستولى على عتاد عسكري التنظيم الذي يقاتل النظام السوري ويحاربه تحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة متعهدا بتدمير قدراته القتالية تعتبره دمشق من صنع الدول الغربية لتنفيذ ما وصفته بأهداف استراتيجية لإضعاف الجيوش العربية وزعزعت استقرار المنطقة لصالح إسرائيل الأداء الإعلامي والأداء الحربي لداعش لديهم خبراء ومفكرون ومختصون ومهنيون ذوي مستويات عالية الحقيقة ومدربون تدريبا عاليا ولذلك الغرب لديه أهداف أخرى من كل ما يجري في المنطقة هناك استراتيجيات وهناك أهداف للغرب ليس أقلها إضعاف جيوشنا إضعاف بلداننا اتهامات سورية للدول الغربية تزامنت مع تحذيرات السلطات الأسترالية لكل مواطنيها من السفر إلى محافظة الرقة معقد داعش باعتبارها بؤرة للإرهاب أستراليا التي صادرت شهر الماضي جوازاتي سفر أكثر من سبعين أستراليا يشتبه بأنهم كانوا يسعون للتوجه إلى سوريا والعراق حذرت من عقوبة الراغبين في القتال إلى جانب داعش بموجب التشريعات حول المقاتلين الأجانب الأستراليين أعلنوا اليوم أن محافظة الرقة منطقة حيث تقوم منظمة إرهابية بنشاط معدن وبموجب القانون الأسترالي فإن دخول أي شخص أو بقائه في الرقة بدون سبب مشروع أمر قد يعرضه لعقوبة تصل مدتها إلى عشر سنوات تحذيرات لم توقف تدفق المقاتلين الأجانب نحو جبهات القتال حيث المعارك على أشدها بينما لا تزال الحرب على داعش في كوباني تحدى بالاهتمام مع استمرار غارات التحالف الدول والعربي بقيادة الولايات المتحدة على مواقع داعش حسب القيادة الوسطى الأمريكية التي أفادت بأنها شنت منذ الاثنين الماضي أربع عشرة غارة جوية في سوريا استهدفت مجموعة كبيرة من عناصر التنظيم